السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اهلا بكم. الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازاي نضيف ترجمات على الفيديو بتاعنا باكتر من لغة وبضغطة زر وعدة. من غير ما نضطر بقى ان احنا نعود نكتب جملة جملة على الفيديو بتاعنا. اللي خلاننا اعملت الفيديو ده جانت عليه بيقول لي ارجوك كيف اضيف كتابة بعد رفع الفيديو على يوتيوب. الله يخليه جاوبني. طيب يا ابداعات احنا مش بنضيف كتابة احنا بنضيف ترجمة على الفيديو بعد من نرفعها على اليوتيوب. تمام? هو ده الل انت قصده. اه الموضوع ده هنعمله ازاي? انا معي فيديو هنجرب عليه دلوقتي. تمام? ده الفيديو اللي انا رفعت على القناة. الفيديو اللي فات. هعمله ترجمة معكم دلوقتي. تمام? هندخل على استوديو يوتيوب. وهندخل على المحتوى. وقادي الفيديو بتاعنا هندضغط على تعديل. تمام? وننزل تحت شوية عند الترجمة. تمام? اي الترجمة. هقول هنا اضافة. بس قبل الاضافة هنجهز الاول ملف الترجمة. تمام? في حيلة جميلة قوي هنتعلمها ان شاء الله ونستخدمها على طول في كل الفيديوات بتاعتنا ان احنا هستورد الترجمة بتاع الفيديو بتاعنا من الفيسبوك. هندخل على استوديو آآ منشور المحتوى بتاع الفيسبوك. وهكون سايب لك الرابط بتاعه في الوصف اسفل الفيديو. تمام? طبعا انت ممكن يكون عندك صفحة وعدة واكتر من صفحة او لو ما عندكش صفحة ممكن تعمل صفحة جديدة. اه دي الفيسبوك تمام? وتضغط هنا على العلم ده كده الصفحات. وممكن تعمل صفحة جديدة من انشاء صفحة تمام? انشاء صفحة وتعمل صفحة جديدة. سهلة جدا يعني هتحط اسم الصفحة وتحط الفئة وبعد كده تعمل ايه? تعمل انشاء. تمام? يعني لو انا كتبت اي حاجة كده. وبعد كده الفئة اي حاجة. تمام? انشاء صفحة. خلاص كده انت عملت صفحة. وبعد كده هتدخل على استوديو يوتيوب. استوديو آآ منشور المحتوى الخاصة بالفيسبوك. ولا انا سيب لك الرابط بتاعه في الوصف اسفل الفيديو تمام? هيدخلك على صفحة زي دي كده. هتقول له انشاء جديد. وتحميل فيديو. احنا زي ما اتفقنا الفيديو الاول انا رفعه على فيسبوك. عشان يترجموا ترجمة تلقائي. وبعد كده ناخد ملف الترجمة ده. نحطه على يوتيوب. تمام? تمام. ادي الفيديو بتاعي. هرفعه على الفيسبوك. بولي اختار الصفحة. اختار اي صفحة عندي. وانا افرض مسلا الصفحة دي. تمام? هنتظر لحد الفيديو ما يكمل. هو فيديو حجمه صغير. الفيديو كم ميجا? فيديو مية وربعين ميجا. هو الفيديو عندي تقريبا دقتين. مش كبير يعني. دقتين ايوه. تمام? طيب نرجع كده وصل خمسين في المية تلاتة وخمسين. هنا عنوان الفيديو حط اي عنوان. تمام? عشان يقبل معك بس الخطوة الجاية. وتابع معي الخطوات بتفصيل. الموضوع وصل جدا ووسط جدا. وهتقدر من خلاله. تاخد ملف الترجمة. تترجمه اي لغة بعد كده. وتضيفه على الفيديو بتاعك. تمام? يعني انا ممكن اضيف الفيديو بتاعي باربع لغات مثلا. تمام? اربع لغات ترجمة او خمسة او عشرة زي ما تحب. وبعد كده نقوله التالي. لو ما قلتش بتعلم صح على الشروحات الشروح التوضيحية هتعلم عليها صحة بالشكل ده. ونضغط على الاعدادات. لو جاب لك هنا خطأ بالشكل ده. مفيش مشكلة. كمل قوله التالي. تمام? وبعد كده حفظ كامس ودة. ونحفظ الفيديو بتاعنا. تمام? نقوله تم. وهناجي عندي رمز الترجمة ده اللي هو حرف السي سي ده. تمام? ونضغط عليه. ونفتح المفتاح ده كده. تمام? انشاء ترجمات تلقائية. جاري انشاء شروح توضيحية. وبيجيب لي النسبة المقاوية للاكتمال. طبعا الوقت ده على حسب مدة فيديو بتاعك تمام? كل ما كان الفيديو طويل كل ما بياخد وقت اكبر في الترجمة. في انشاء الترجمة التلقائية. يا انا ممكن الموضوع ياخد معك مثلا بتاع خمس دايق او عشر دايق بالكتير وانت بتعمل ترجمة الفيديو. تمام? تم انشاء تلقائيا العربية. في عندي التلات نقط دول كده. تمام? اضغط عليهم وقول له تنزيل. تمام? تنزيل على الدسكتوب. تمام? جميل. كده انا مش محتاج الفيسبوك في حاجة تانية. اقفل دي. واقفل كمان برضو الفيسبوك مش بيحتاجه. وفي موقع معنا قدل منف الترجمة الاول. تمام? بالشكل ده. انا عايزك بس انا ممكن لحد كده ارفع منف الترجمة وقولك الفيديو خلص على كده. بس انا عايزك تترجم الفيديو بتاعك باكتر من لغة. تمام? فتابع معايا. في موقع تاني بيترجم معنا ملف الترجمة الاكتر من لغة بقى. تمام? 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 فتحنا موقع بالشكل ده والموقع طبعا انا اصيب لك الرب بتاع اصفل الفيديو. تمام? نضط هنا كده بالشكل ده. هيقول لي هات ملف الترجمة ادي ملف الترجمة بتاعي. جاب لي فتح لي ملف الترجمة. طيب اولا انا عايزة ترجمه للغة العربية. هو من ترجم لغة العربية بس في مشكلة بس في مشكلة هتقابلك ان الكلام كل جملة بتظهر في سطرين. تمام? فانت الافضل خد ترجمة من هنا. امشي زي ما بقولك كده بالضبط. قامل ترجمة اللغة العربية. تمام? اختار اللغة العربية من هنا. وقول له ترانسليت. وبعد كده. وسمم بلف ده عربي. تمام? واحفظ برضو على وعايزين نترجم ليه تاني نترجم اللي هو الانجليزية مسلا. فين الانجليزية? هذه انجليزية. واقول له ترجم ترانسليت. ترجم الانجليزية اقول له دولود. وسميها او انجليزي. تمام? عايزة بترجم ليه تاني? اترجم فرنساوي. تمام? انا عن نفس انا بعمل كده. انا بترجم عربي وانجليزي وفرنساوي وهندي. عشان عندي متابعين هنوت. فين الفرنسية? الفرنسية تمام? ترجم. دولود. اسميها فرنسي. انت طبعا هتسمي اي اسم انت عايزه بس انا بسمي كده عشان ابقى عارف الملف ده بتاع ايه? تمام? وبعد كده عندي الهندية. وقول له دولود. هندي. تماما. طيب كده احنا خلاص مش محتاجين الفيس ومش محتاجين الموقع ده برضو. تمام? دلوقتي بقى ادخل على الفيديو بتاعي. زي ما اتفقنا. دخلنا على تعديل الفيديو وعلى الترجمة. وعندي اللغة العربية هقول له اضافة. تمام? لغة الفيديو. اللغة العربية نرجع كده تاني. ادي التفاصيل. تمام? صغر لك شوية كده عشان الشاشة كلها تبقى بينة. الكلام ده ينفع تعمله من على التليفون وينفع تعمله من على كومبيوتر. تمام? بس اللي هو هتعمله من على التليفون مش من ستوديو يوتيوب. لا هتعمله من متصفح كروم. هدخل على جهة كروم وتدخل على القناة بتاعتك واتطبق نفس الخطوات دي. تمام? ضروري هنا تكون نختار لغة الفيديو لغة العربية. تمام? تمام. بعد كده هنضطط على الترجمة. وهنا اللغة العربية. هنضف له ملف الترجمة بتاع اللغة العربية. تمام? قل له تحميل ملف. يتضمن معلومات التوقيت. ايوة. متابعة. وادي العربي. تمام? وقل له نشر. هعمل لك المعينة دلوقتي بس كامل معي. اضافة لغة. عايزين نترجم ليه تاني? الانجليزية. ادي انجليزية. وانا عندي الترجمة. نقول له تحميل ملف. وتابعة. ادي انجليزي. نشر. اضافة لغة. ونضيف الفرنسية. هدي الفرنسية. اضافة ملف. تحميل ملف. وطبع فرنسي. نشر. يا فيه حاجة بس عاجلت عليها. كنت عايز اقول لك عليها. هنا في الموقع ده كده. لما تيجي ترفع ملف الترجمة اللي هو الاصلي. اللي انت حاملته من فيسبوك. راجع الحاجات دي. تمام? راجع ربما يكون فيه اخطاء املائية موجودة. تمام? يعني احيانا بينطأ الثاء آآ سين. والزاء آآ زين. يعني شوف برضو كده ايه? عند خطأ اول. يعني ونفرض مسلا كاتب لي مسلا بالايه? بالسين. مش بالساء. تمام? فانت الافضل تراجع سريعا كده على الترجمة دي. لو فيه حرف غلط ولا حاجة تبقى تعدله. تمام? تمام. طيب. نكمل مع بعضينا كده. كنا وصلنا لحد الفرنسية خلاص ضفناها. هنضيف الهندية. الهندية تحت شوية. ادي الهندية. اضافة ملف. تحميل ملف. ودي الهندية. نشر. كده احنا ترجمنا محتوى الفيديو. وبقى ان احنا نترجم الانوان والوصف. تمام? طبعا العربي الترجمة بتاعته موجودة تلقائي بلغة الفيديو. تمام? الانجليزية هنقول له اضافة. ودي انوان المقالة. تمام? وادخل على مترجم جوجل. ترجمة. وترجم. اختار الانجليزية. فين الانجليزية? دول نسخ. واجي احط الانوان. ودول هنا كنترول ايه. هتظهر لكله. نسخ. واجي هنا. لصق. وفي اي مكان فاضي اضغط مرتين. تمام? واحد كوبي. واجي هنا كنترول في قل الوصف زيادة. تمام? اشيء منه شوية روابط كده. تمام? انا عشان اعمل الوصف بتاعي كتير شوية. تمام? وبعد كده اقول له نشر. كده اترجمت العنوان والوصف باللغة الانجليزية. الهندية. هنا انا عامل الوصف. اترجم الهندية. واضغب شمال في اي مكان فاضي واخد الوصف احطه هنا. تمام? برضو زيادة شوية. نشيل منه شوية حاجات كده. تمام? واترجم العنوان. شمال. يعني مارتين شمال. تمام? على الموص طبعا. وقول له نشر. الفرنسية. اترجم العنوان الفرنسية. اه دي الفرنسية. تمام? كنترول سي. ترجم للعنوان الفرنسية. والوصف كنترول اي? كنترول سي. كنترول في. والفرنسية دول كريك شمال في اي مكان فاضي. كنترول سي. كنترول في. وكالعادة الوصف يطيل شوية. طويل شوية. نشير منه ايه? شوية كده. تمام? بالشكل ده. لسه ورد طويل. الحروف الفرنسية كتير اكتر من عربية وانجليزية. تمام? وبعد كده اقول له نشر. كده انا خلاص زبطت الفيديو بتاعي. تعال نشغل الفيديو بقى كده. شايف الترجمة. هنا الزورة ده طبعا بتاع الترجمة زي ما الناس عارفة. لو ضغطنا عليه. هيبدأ يترجم معي. بلغة الفيديو اللي هي اللغة العربية. المستخدم لو ضغط على تفسي ده. واختار من هنا الترجمة والشرح. هيلاقي عندهم الضفط تلقائي ايه? اللغات اللي احنا ضغطناها. الانجليزية. والفرنسية. تمام? والهندية. ده طبعا غير الترجمة التلقائية انه ممكن يختار اي لغة تانية. تمام? تمام. ممكن يكون الفيديو طاول منه شوية لكن انا شرحت لك كل حاجة بتفصيل وكل الروابط ان شاء الله اللي انا ولتهى في فيديو. هسابها لك في الوصف اسفل الفيديو. بتوفي لجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.